ما أن تدخل معتمدية فيضة وتقطع بضعة كيلومترات حتى ترى أمامك هذا المشهد المبهر هنا تكرون قرية أمازيغية هي الأقدم في سوسة تقبع أعلى صخرة عملاقة عمرها ضرب في القدم ويروق للكثير تسميتها آخر القلاع الأمازيغية في الساحل التونسي وهي التي كانت فعلا حصنا عسكريا خلال الحرب العالمية الثانية اليوم هي وجهة سياحية يزورها الباحث عن صورة تعكس التاريخ والثقافة والتراثة التونسية الأصيل هادية جدا معناها على هذك الجيل هنا أغلبية الناس مثلا تقام يعيشوا في مدن كبيرة وكل كام جيل مكانك من هذين مستحيل اللي ما يحبوش ناس طيبين يجيل هنا يشوف الحياة الطبيعية متع العباد كيف اشتعيش له هنا ما من شخص زار تكرونة ولا يعرف حميدة لبل وكثر يزورونها تحديدا للقائها وتذوق خبز الطابون من يدها والكسكسي التونسي الأصيل الذي تعده يوميا بيديها منذ سنوات حميدة ابنة تكرونة كبرت وترعرعت فيها وبيتها مفتوح على الدوام للسياح من أبناء تونس والخارج حتى باتت اليوم رمزا من رموز القرية التكنولوجيا ولو البسيطة وصلت إلى تكرونة مع مرور السنين الإنترنت والفضائيات حاضرة هنا لكن أساسيات أخرى لا يزال الوصول إليها صعبا أبرزها المياه فأهالي تكرونة يشكون شحها خاصة خلال الصيف ما دفعهم للتخلي عن الزراعة لصالح ميهن أخرى في المعتمديات والمدن المجاورة بعد أن كان سكانها يوما يتجاوزون عددا سكان معتمدية فيضة لا يزكر تكرونة اليوم إلا 630 نسمة هؤلاء يصرون على البقاء هنا ويتمسكون بهويتهم التكرونية الأصيلة من ولاية سوسة تونسية زين الروابدي العربية